أخبار كوية كله كويس؟ الحمد لله طيب خلينا نبدأ بوليد سليمان ووليد سليمان ونهاية حقبة تاريخية بالنسبة لوليد سليمان أعتقد ده حيكون نهاية في الملعب ولكن سيظل دائما وليد سليمان واحد من اللاعبين اللي جوه قلوب كل الأهلوية يا أحمد طبعا وليد سليمان واحد من يعني إحنا دلوقتي معادش فيه زمن الانتماء آخر ما انتبقى من زمن الانتباء وليد سليمان ومحمد الشناوي معادش فيه حتة اللي هو زمن الانتماء دلوقتي كله بقى بيبص للفلوس للمادة كل اللاعبة في المصر تحديدا بيتبص للفلوس في العالم في العالم تحديد ان انت يبقى عندك زمن الانتماء ده وليد سليمان يمكن عندي سبع مواقف أو سبع حاجات كده مع وليد سليمان بصراحة سبع حاجات سبع مواقف يعني بالتفصيل كده بما ان احنا بنتكلم على واحد من اساطير النادي الاهلي واللي لازم يخرج من او هو فعلا بيخرج من الباب الكبير دايما النادي الاهلي ما بيتأخرش في الحاجات دي وانا متأكد النادي الاهلي برضو بيجهز حاجة كويسة لوليد سليمان في الايام الجاية يمكن اول حاجة خلينا نتكلم على وليد سليمان قبل ما يجي النادي الاهلي وليد سليمان واحد من الناس اللي بكت ثلاث مرات قبل ما تيجي النادي الاهلي اول مرة لما كان أول مرة لما كان طفل لما النادي الأهلي خسر أحد المباراة دي كانت المرة الأولانية المرة الثانية لما جماهير النادي الأهلي هتفت لي وكان وقتها لعيف في نادي أمبي المرة الثالثة لما أمبي رفض يعني انتقاله للنادي الأهلي وساعتها وليد سليمان طبعا اتعرض لصدمة عصبية لانتقاله للنادي الأهلي شوف بعض شوف اللعيبة دلوقتي بتعمل ايه وشوف وليد سليمان كان بيحارب ازاي وبيقاتل ازاي عشان يحقق حلمه شايفين قدامنا الصورة وليد سليمان اللي متصور بتشيرت النادي الأهلي من صغره وحقق الحلم ده انه يلعب في النادي الأهلي فيه صورة تانية برضه يمكن وليد سليمان انا اتكلمت معاه قبل الحلقة وهو مشكورا اختصنا بالصور دي يمكن الصور دي اول مرة يعني اول مرة تتعرض يمكن هو كمان صور لي وبعات لي حاجة حصر جدا للقناة الأهلي هنا دولاب بطولاته في البيت اه دولاب بطولات يمكن لو استعرضنا الفيديو طبعا ده بعض الحاجات المواقف التاني هاد بس الفيديو الفيديو بتاع وليد سليمان شوف كمية البطولات البطولات اللي حداك كنت بتكلم فيها انا اخد اتنين وعشرين بطولة ده الدولاب بتاع وليد سليمان في البيت عنده ما شاء الله كمية بطولات يمكن لو استعرضنا البطولات اللي اخدها وليد سليمان يمكن ستة دوري ده حركة لطيفة جدا ده هم عاملين متحف لوحدهم في البيت يعني انا غلطة عمري بقى ان انا برضو بقى 24 بطولة او 25 بطولة هتا فاهم مش انا يعني انا بكلم انا اعملش كده يا جماعة هو كمان واخد بطولتين قال لي ان هو واخد بطولتين مع منتخب مصر طبعا بطولة العرب وبطولة حوض النيل ففيه بطولتين كمان مع منتخب مصر واخد كاس مصر مع ام بي طب كنت شاور لنا حتى وليد سلم علينا فايمكن هي البطولات اللي واخدها ستة دوري اتنين كاس خمسة سوبر اربعة دوري ابطال افريقيا واحد كونفدرالية اربعة سوبر افريقي اتنين برونزيت كاس عالم دي يمكن ارقامه على ترانسفير ماركت لعب لعب اثنين وتمانين مباراة في دوري ابطال افريقيا مسجل سبعتاشر وصنع 14 ولعب في الدور المصري دي على ترانسفير ماركت ماتين اربعة وخمسين مباراة في كل الاندية مسجل تسعة وخمسين هدف وصنع عربعين هدف في كاس مصر اللعب 23 مباراة مسجل سبع اهداف وصنع هدف نكمل برضو بقية المواقف بتاعة وليد سليمان اللي هي الحاجات اللي منفعش ان انساها بصراحة وليد سليمان فالنهاية 2012 لعب هو مصاب في البطولة دي ساعتها طبعا كانت الكرة متوقفة وكده لعب هو مصاب بقدم واحدة يمكن احنا برضو معنا الصورة دي ان هو كان هو طلع وقال ان انا تحملت على نفسي ولعبت النهاي بقدم واحدة فدي مواقف بتبين قد ايه اللعيب ده ممكن مسلا واحد يكون عنده الغدروف ولا عنده مش عارف ايه يروح يعمل عملية ويغيب عن النادي او مش عارف ايه لا وليد سليمان مش فرع معا وليد سليمان بيبقى فرع معا بس النادي الاهلي فده واحد من الناس اللي هي بصراحة لازم التاريخ بيذكرها واحنا اللعيبة دي دي ممكن البطولات بتاعته المواقف الرابع كمان وده الاهم دلوقتي حاليا مسألة التجديدة كابتن اسلام تجديدة كريم دلوقتي انت اي لعب بيتجدد بتشرط عليك او يعني في بعض اللعيبة برضو التفكير في المادة وليد سليمان دايما بيجدد على بياض دايما بيمضي للنادي الاهلي على بياض ده اللي لازم اللعيبة اللي زي دي لازم تتشعل على الراس اللي هي اللعيبة اللي مقدرة امت النادي وبتحب النادي وابن النادي مش فارع معا الفلوس مش فارع معا انه هو النادي النادي الاهلي ما هو النادي الاهلي بيدي احسن فلوس بس النادي الاهلي بيحطك في قراس وعشان كده اللعيب لازم لما يجي تكلم في تجديد لازم يكون عارف يمضي على بياض للنادي الاهلي ان دي الاهلي هو اللي اداله الشهرة هو اللي اداله المال هو اللي اداله كل حاجة هو اللي عمل اسمه فعشان كده وليد سليمان كمان في بعض التصريحات ليه قال لك شعرت بالحزن عندما تحدث معي الأهلي للتجديد يمكن هو كان قال إن أنا حجدد على بياض في بعض التصريحات الموقف اللي بعد كده برضو إنه هو رفض فلوس كتيرة من بيرامدز وليت سليمان رفض فلوس كتيرة من بيرامدز وقال إن أنا هعتزل في الأهلي وقال جملة مهمة جداً قال لك ما ينفعش أهدر تاريخ أهي ما ينفعش أهدر تاريخ ولعب لنادي آخر في مصر غير النادي الأهلي فدي حاجة مهمة جداً برضو ده قالت سليمان رفضت فلوس كتيرة من بيرامدز وقالتزل في النادي الأهلي الحاجة اللي بعد كده والموقف السادس المهم اللي هو نصحته للعيبة الشباب هنا في قناة النادي الأهلي لما طلع وقال إن اللعيبة سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل بطولات نعم ودي حاجة مهمة برضو إنه إحنا لازم نرب النشأ عليها في النادي الأهلي إن انت سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل بطولات لازم اللعيب يكون بيفكر ما في هذا الوصف. للموقف الذي حصل مع مارتن يول، هذا يدرس من وليد سليمان. وليد سليمان كان مارتن يول أول أنطلقه حساباته. وقال له هو كان مصاب، وقعت فترة وقال له قد أنه أنا حساباً. بعد ذلك كبيراً وليد سليمان، لم أسمعنا عمرنا عمل مشكلة ولا حد barre أزمة في التجديد. ولم أسمعنا مشكلة لوليد سليمان هذا هو خذ صدر. فلما هنا اجتهت في التدريبات واشتغل رجع بعد الأول وبعد كده شفنا مارتين يول في تصريحاته برضو مع حضراتك هنا على ما أتذكر قال إن وليد سليمان أحد أفضل اللعبين الذين دربتهم طول حياتي فوليد سليمان أسطورة واحد من الأساطير النادي الأهلي من الجيل الزهبي وحاجة من رحة الجيل الزهبي اللي هو الجيل حضرتك وجيل أبو تريكا وبركات ومتعب الجيل الزهبي بتاعكم فده واحد بيفكرنا بالجيل الزهبي لازم يعني لازم نكرم الناس دي لازم كجمهور أنا متأكد إن جمهور الأهلي برضو بيجهز له حاجة كويسة ومتأكد إن الناس دي لازم تتشال على الراس الناس اللي شترتنا الناس اللي مهمهاش الفلوس الناس اللي اختارت النادي الأهلي دي واحد منهم وليد سليمان فمهم جدا يعني إن وليد سليمان ده بصراحة واحد من الكوادر